يسعد الوقاتكم معاكم فاتن وصفتي بفيديو اليوم هتكون الكيكة التركية كيكة الحليب والكراميل التركية بطريقة جدا مميزة وكيكة كتير هشة وطعمها جدا لزيز اذا انتوا اول مرة بتشوفوا قناتي هون لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتوصلكم كل الاطباق القادمة ان شاء الله يلا مع بعض لنهاية الفيديو لنشوف تفاصيل الوصفة وخطوات العمال مع بعض رح نبدأ بالمقادير مقادير الكيكة جدا بسيطة رح استخدمي اليوم لازم تكون مقاديري بدرجة حرارة الغرفة عندي هون خمس حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة عليهم معلقة كبيرة من الفانيلا عندي هون كوب ونص من لطحين عندي واحد كوب من السكر وعندي معلقة صغيرة من الباكينج باودر هاي هي المقادير بالبداية رح انزل البيض مع الفانيلا بالعجان او خفاء الكيكة ورح اشغل عليهم مضرب السلك لحتى يبلش معاي البيض معاي ينضرب بشكل كتويس وصير لونه فاتح الكيكة هاي كلها بتعتمد على خفء البيض فاذا انت كل ما خفقت البيض افضل كل ما عطتك نتيجة افضل وكمان يفضل ان يكون درجة حرارة الغرفة طبعا اذا ملاحظين الكيكة ما في اي نوع من الدهون ما في زيت ما في اي نوع كمان من السوائل هلا رح ابلش انزل عليهم كوب السكر تدريجيا طبعا مع الاستمرار بالخفاء هلاحظ انو الخليط بلش يتكاثف وصير عندي لونه افتح من قبل هون هلا رح اخلط المواد الجافة مع بعض رح اضيف الطحين البيكن باودر واكيد رشة بسيطة من الملح لتعدلي كل النكات تقريبا الربع معلقة صغيرة من الملح بخلط المقادير الجافة مع بعض وهيك بصيروا معاي جاهزين هلا هيك بلش انتهى عندي الخليط البيت صار عندي جاهز للشغل صار عندي لونه وفاتح بهذا القوام صار عندي ممتاز هلا الخطوة الثانية طبعا رح انزل خليط الكيك خليط الطحين تدريجيا طبعا انا من قبل ناخل الطحين الطحين لازم يكون منخول لا يعطيكي نتيجة افضل هلا رح انزل خليط الكيك تدريجيا ممكن تخلطوه باي سباتشولا وممكن على نفس الخلاط ضفة مضرب التقليب ورح اخلطهم في شكل بسيط جدا طبعا كمية الطحين تنضاف تدريجيا حتى نحافظ على الهواء اللي دخلنا اثناء خفق البيت هيك صار معاي الخليط جاهز صار معاي بهذا القوام طبعا ضفته بصانية مرشوشة بالزيت وكمان اضفتهم على فرن 350 رح ياخدوا تقريبا 30 دقيقة رح اتركهم لحتى ياخدوا 30 دقيقة او بطلعهم لحتى يبردوا بشكل كامل مجرد ما بردوا بشكل كامل ممكن نتركهم بنفس الصينية ممكن تقلبيهم على الوجه التاني كله بيرجح حسب الرغبة انا هيك معاي ممتازين رح اعمل فيهم فتحات او ثقوب بالكيك لحتى وقت نشرب الحليب يشرب بشكل افضل طبعا اذا لاحظتوا انه الكيكة ما فيها اي نوع من السوائل فحتلاحظوا انه شوي جافة لهيك رح نشربها كمية كتير منيحة من الحليب لحتى تصير معاي مسقية بالحليب بشكل كتير كويس هلا بعد ما اعملت فيهم ثقوب عندي هون كوب من الحليب رح اضيف عليهم كوب من الكريمة تقريبا راح ياخدو ثلاث اكواب من الحليب خليط مخلوط مع الكريمة وعندي هون معلقتين كبر من السكر ورح اخلط هاي المقادير كلها مع بعض مجرد ما ضابت حبيبات السكر صاروا عندي جاهزين لتسقية الكيكة هلا بناخد كمية الحليب والكريمة هاي وبنسق فيها الكيك بشكل كامل كل ما سقيتوا الكيك كل ما الكيك رح يشرب السائل اكتر هلا بعد ما سقيتهم بالكيك لاحظتوا انه شرب كل كمية الحليب صارت عندي جاهزة بستنى لحتى تشرب هلا راح نضيف الكمية الطبقة التاني اللي هي طبقة الكريمة ممكن تستخدموا الكريمة البودرة اللي دريم ويب وتخفقوها ممكن تستخدموا الهافيوبينج الكريمة وتخفقوه انا عندي هون كريمة جاهزة وكمان مخفوقة بالنسبة للكريمة ممكن تعملوه بالبيت انا اليوم عاملي كراميل بدون سكر هاد الكريمة جاهز وسكر فري لحتى اقلل من كمية السكر اللي عمنا اخدها طبقة راح اوزع كمية الكريمة على الكامل الصمية طبعا منوزع كمية الكريمة عندي هاد الجزء رح اعمل فيهم هاي الفتحات لحتى تعطيني او هاي الشكل لحتى تعطيني شكل جميل واتنضيف الكريمة الكراميل هلا عندي هاد الكراميل هاد الكراميل جاهز متل ما انتم ملاحظين انه شوكار فري فلا هيك لونه شوي بيختلف عن الكراميل اللي بنعمله بالسكر العادي فهلا هاد هيكون السعرات اللي فيه كتير اقل فانو وزعت الكراميل وكمان عملت خطوط بهاد الطريقة بي من الكريمة ورح اعمل فيهم هاي الحركة لتعطيني الشكل الجحلو هيك صرت معي جاهزة رح ادخلها التلاجة لازم تدخل بالتلاجة لمدة ثلاث ساعات لاربع ساعات كل ما دخلت التلاجة تشربت اكتر كل ما اعطتني نتيجة افضل وبنيجي هلا لمرحلة التقطيع طبعا اذا انتم بتحبوها كتير تكون غرقانة بالحليب ممكن نزيدوا كمية الحليب كله بيرجع حسب رغبتكم طبعا الكيكة بتتقدم باردة طريقتها وطعمها جدا جدا رائع بتمنى الفيديو اليوم يعجبكم والوصفة تعجبكم انتظروني في فيديوهات قادمة ان شاء الله يعطيكم الف عافية ترجمة نانسي قنقر